يوصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تنفيذ فعاليات مبادرة كتفف كتف أكبر مبادرة حماية اجتماعية في مصر انطلقت المبادرة في 16 محافظة من بينها محافظة السهاج التي شهدت توزيع كاراتين المواد الغذائية تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تواصلت فعاليات مبادرة كتفف كتف على مستوى محافظات الجمهورية واستعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك انطلقت في محافظة سهاج فعاليات مبادرة كتفف كتف ضمن أنشطة التحالف الوطني للعمل الأهلي كأكبر مبادرة حماية اجتماعية في مصر احنا في محافظة سهاج بنتشارك أكثر من ألف متطوع متواجدين على مستوى المحافظة بيساعدوا وبيدعموا في تعبئة الكرتين لاحتفالية ولمبادرة هي أكبر مبادرة في الحماية المجتمعية على مستوى مصر وعلى مستوى العالم احنا شغالين على مستهدف ما يقارب عن 3 مليون جنيه في حملة رمضان بس بتخش في خدمات كثيرة عرائز تجهيز وصلاة مية تزديد ديون ان شاء الله الكرتين دي هتتوزع في حملة رمضان للأسر الأكتر استحقاقا شكرا جدا حملة كتف كتف وشكرا جدا التحالف الوطني شكرا جدا صنع الحياة سهاج وشملت الفاعليات تعبئة كرتين للمواد الغذائية تمهيدا لتوزيعها بالاضافة إلى عدة فاعليات أخرى بغرض رسم البهجة والسرور على وجوه الأسر في المحافظة دي حاجة عظيمة جدا بيعملها التحالف الوطني هنا في سهاجه في كل المحافظات وان شاء الله يعني مصر دايما بخير يرغب محتوية الكرتونة تكفي لخمس أفراد كل كرتونة فيها 2 كيلورز 2 سكر 1 مكارونا واجزاز زيت و2 ملح و2 جبنة و1 صلصة احنا بنقدم الأسر دي طبعا بعد ما احنا بنكون نزلنا للأسر دي وأكدنا بنستحقاقها عن طريق فريق البحث سلامنا 3000 كرتونة ان شاء الله هتتوزع الأسر المستحقة الأسر دي بإذن الله بننزل الأول ونعمل لها بحث ونتأكد انها مستحقة وبعدين بنسلمها الكرتونة ودي أعلى حاجة ممكن نقدمها للناس يعني كمساعدة مننا بسيطة نستقبل الكرتين اللي جات من القاهرة وان شاء الله وبإذن الله هيتم توزيعها للناس المستحقة والإنسان فخور جدا ان هو من التحالف الوطني وتهدف مبادرة كتف في كتف لتخفيف العب عن الأسر الأولى بالرعاية وحدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات